وفيما يستعد البرنامج العراقي لمناقشة السيارة الذاتية للمتنافسين على رئاسة الجمهورية في جلسة الأثنين تقول مصادر سياسية أن وصول الكتل السياسية إلى طريق شبه مزدود بعد ماراثون لحوارات والإقاءات لن يمنع التحالف الضراتي من تجاوز أزمة التقة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي باعتماد خيار حكومة الأغلبية خاصة مع صعوبة التوصل إلى تفاهمات جديدة بينهما لاعتبارات متداخلة ببعدها الشيعي في الحنانة وبغداد وليس أمام الإطار سوى خيار الفرصة الأخيرة الثلاثاء المقبل فإذا ردت المحكمة الاتحادية مثل ما هو متوقع طلب تسجيل الكتلة الأكبر فذلك يعني خسارته لكل المعارك السياسية فيما يقول عضو الإطار فاضل موات أن قرر المحكمة بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان بجميع مخرجاتها تعني أن الإطار هو الكتلة الأكبر كونه قدم ورقة بتواقع أكثر من 88 نائبا لرئيس السن قبل الجميع ولا يختلف المشهد كثيرا في كردستان حيث يرى الديمقراطي أنه ليس هناك متسع من الوقت لتوافق مع الاتحاد لدرجة أن الرئيس المشترك بافل طلباني قد منع المسؤولين في الاتحاد من الإدلاء بأي تصريحات لإعلام الديمقراطي الكردستاني ترجمة نانسي قنقر